لكن عندنا موضوع تاني يا فارس اعتقد حابين نتكلم فيه بشكل مختلف تماما حابين نختم ببناية الحلقة كابتن احمد عسام ميدو اللي بدأ تجربة اعلامية اتكلم فيها عن ان هي حتكون مختلفة واحنا صدقناه وكنا في البداية شايفينها فعلا مختلفة الى ان غير كل حاجة الى ان بدل كل حاجة وتحول لنوع من الاعلام غريب جدا على عكس ما هو بيروج نشوف الفيديو ونرجع نعقد انا يعني واخد قرار زي ما انا قلت لكم انا مش اتكلم في اي مشاكل تخص نات الزمالك بره الملعب وعلى فكرة عندي معلومات كتيرة جدا فيما يخص المشاكل اللي موجودة جوا عند نات الزمالك بره الملعب لكن مش اتكلم فيها مش اتكلم فيها دلوقتي الحديث عن فرقة الزمالك فقط فنيا فنيا مفيش اي حاجة فنيا وملعب وتدائيم الفرقة لان انا شايف ان ده دورنا مش دورنا نحنا نتكلم في اي حاجة تاني وقلت الكلام ده قبل كده وطبعا انتو عارفين ان انا عمالت الحملة والكامبيين بتاعة الزمالك اولا والحمد لله كل الناس يعني مشيت ورانا في الحملة دي على السوشال ميديا وفيه ناس كتيرة في البرامج اشتغلت ورانا في الحملة دي وانا ده ايمانا مني ان ده اللي الزمالك محتاجه دلوقتي الزمالك دلوقتي محتاج الدعم دعم الفرقة فقط الفرقة ومحدش ياخدنا في مشاكل بره الملعب الزمالك مش محتاجنا عقب على أي حاجة بره الملعب بس في نفس الحلقة وبعدها بديئة كان فيه كلام تاني لا التعقيب عنها ده نطلع نسمعها هو الكلام التاني نطلع نشوف كابتن أحمد حسان ميلو في نفس الديئة في نفس الحلقة بيقول ايه لكن الأمور في الأهلي هادية جدا فيه هدوء كبير طبعا احنا تكلمنا امبرح باستفادة عن التصريح رمضان صبحي والناس والرده وجبنا شريف إكرامي معنا وجبنا علي ساقر الإيجنت على رمضان اتكلم معنا لكن خلاص الموضوع ايه؟ الأهلي بيطفي مكان يعني زي ما بيقوله والأمور سهلة جدا والأمور في الأهلي هادية جدا احنا بنشكر النادي الأهلي ومسؤولين النادي الأهلي اننا قادرين نطفي مكان وما نسمعش بأي مشكلة تحصل تتناولها أي حد إعلامي كان الكابتن أحمد حسان ميلو بيحاول ان هو يجيب مدخلات ممكن بعد لقاء احد اللاعبين السابقين في النادي الأهلي ولكن النادي الأهلي مركز في هدفه مركز في بطولة أفريقيا وكلنا ان شاء الله بإذن الله منتظرين 27 نوفمبر نحتفل بإذن الله بالفوز ببطولة أفريقيا نشوفكم في حلقات جديدة من أهلي خطة أحمر سلام